واصلت القوات الإسرائيلية اقتحام جنين ومخيمها وسط اندلاع مواجهات عنيفة مما أسفر عن صابة واعتقال عدد من الفلسطينيين وقالت وكالة الانبال فلسطينية إن المسيرات الإسرائيلية قصفت منزلا في المخيم فيما واصلت الجرفة تدمير البنية التحتية من شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والشوارع كما تواصلت القوات الإسرائيلية محاصرتها لمستشفى بن سينة حيث منعت الجرح والمرضى من الوصول إلى المستشفى وفقا لما ذكره مدير المستشفى وسام بكر ينضب لنا الآن من رمال الله مراسلنا فراس نطف فراس أهلا بك معنا ماذا في آخر التطورات ما الذي يحدث الآن في جنين ومخيم جنين يعني منذ 16 ساعة تتواصل العملية العسكرية في مدينة جنين ومخيمها بعد حصارها من قبل قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي مدعومة بجرفات ثقيلة داهمت المخيم والمدينة حاصرتهما وبدأت باقتحام بعض الأحياء فيها الجيش الإسرائيلي في إطار هذه العملية يقول بأنه يبحث عن مسلحين وعن ناشطين فلسطينيين من كتيبة جنين وغيرها حيث قام بتجريف البناء التحتية تجريف شبكات المياه والكهرباء والاتصالات وصرف الصحي كما ذكرت وذلك بحثا عن أي عبوات ناسفة مزروعة في طريقة دوريات العسكرية الإسرائيلية إلى جانب ذلك قام الجيش الإسرائيلي بمداهمة عدد كبير من المنازل الفلسطينية طرد سكان بعضها والتحصن فيها في بعض الحارات المتاخمة لمخيم جنين إلى جانب اعتقال عدد من الشبان الفلسطينيين وإجراء تحقيقات ميدانية واعتقال جرحة بالمناسبة وكان هناك إعاقة لعمل التواقم الصحفية وأيضا الطبية وحصار مستشفى ابن سينة وإعاقة حركة سيارات الإسعاف المتجهة من وإلى هذا المستشفى نادي الأسير الفلسطيني وهيئات شؤون الأسرة تقول بأن لا علم لديها حتى الآن عن عدد الأسرة الفلسطينيين الذين تم اعتقالهم خلال هذه العملية المتواصلة حتى هذه الساعة ولكن هي تعلم بأن هناك 35 فلسطينيين اعتقلوا من مناطق مختلفة من الضفة الغربية من خلال عمليات مشابهة نفذها الجيش الإسرائيلي في مدن ومخيمات فلسطينية عدة كمخيم عسكر مخيم الجلزون مخيم عقبة جبر مخيم عيدة في بيت لحم وأضاف البيان بأن تم اعتقال أصغر أسير فلسطيني اليوم 12 عاما هذا الطفل تم اعتقاله بعد استدعائه من قبل المخابرات الإسرائيلية وهو من سكان مخيم الجلزون وبالتالي ارتفع عدد من اعتقلوا منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 3335 فلسطينياً ولا تزال العمليات مستمرة رغم الصفقة التي اليوم تدخل يومها السادس من المتوقع أن يستقبل الفلسطينيون اليوم دفعة جديدة من الأسر المحررين ومن المتوقع أن يكون عددهم 30 مقابل 10 أسر إسرائيليين سيتم تسليمهم مساء هذا اليوم ولكن بالمقابل يرى الفلسطينيون بأن ما تقوم بها القوات الإسرائيلية هو عملياً سياسة الباب الدوار يتم الإفراج عن أسرى في ضمن الصفقة صفقة الهدنة المؤقتة وبالمقابل تعتقل أكثر من العدد الذي تم الإفراج عنه وهذا موثق بالنسبة للأرقام حيث في الأربعة أيام الماضية والخمسة أيام الماضية اعتقل الجيش الإسرائيلي نحو 200 أسير فلسطيني من الضفة الغربية مقابل الإفراج عن 180 ضمن الصفقات للخمسة أيام الماضية وبالتالي هذا الأمر يزيد من احتقان الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية ويدفع المستوى السياسي للطلب بضرورة وجود إطار سياسي لوقف هذا النزيف من الدم سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية شكرا لك مرسلنا فراس لطفي كان معنا من رام الله اشتركوا في القناة